مرحبا بكم في الجزء الثاني من هاد العمل هاد كيف ما كتشوفوا معايا فهالخدمة هاد كتبين سارة حمرونة ولكن الان احنا غادي نقاددوها يعني كل حاجة غادي ندلوها في بلاستها لما شافتش الجزء الاول ترجع للصندوق الوصف وغادي تلقى فيها رابط الفيديو اللي فيه الجزء الاول يعني بالتفاصيل ليالو كيفاش حتى خدمنا هاد الخدمة وكيفاش حتى وصلنا لها النقطة هاد بالضبط فالان انا كيف ما كتشوفوا معاي هنا يتنجر هاد الشكل هاد اللي عندي في الاسفل تنجره وتنخرجه من وسط الشكل اللي عندي في الاعلى ودائما هنا يتنحاول انا نخلي الخدمة على وجهها يعني هنا ما يتجروا حاولوا انكم تقلبوا هنا واحد شوية باش يبقى لكم على وجهه الى اطلع يعني مباشرة على الوجه فخليوا كيف ما هو اما الى ما طلعش فحاولوا انكم تقدوه يعني بهالطريقة هاد الخدمة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت تتجيه انيقا خصوصا يعني الى تخدمات بالبريد وبالعقائق يعني تيزيدها جمالية اكتر ممكن كذلك تخدموها بطرز الرباطي مع الجناب فانتوما والدوق ديالكم والان انا غادي انتبت هاد الخدمة فغادي ارجع وغادي نضرب في هاد الغرزة اللولة اللي عندي وغادي نجي الغرزة التانية يعني نذكر انني انا هنا خدمت 15 غرزة يعني في هاد العمل هادا هو هاد العمل تيجي في النصف طوق وكذلك ممكن استخدموه في الملاقية ديال يعني جلابه من الاسفل انتوما والاختيار ديالكم فالان انا دخلت يعني الابرة من الوسط ديال الخدمة وهبطنا لاقينا بهذا الشكل ارجع مرة اخرى وغادي نضرب في الوسط وكذلك في هاد الغريزة اللي حداها يعني اللي حسبنا غادي تعطينا ديال غرزة الرابعة فالان انا غادي نخرج يعني الابرة بهالطريقة هادي وغادي نستمر هنا في العمل كيف ما كتشوفوا معايا هنا تبتنا هاد يعني هاد السبولة هادي هدي خدمة سبولة كتخدم بهالطريقة هادي فهنا كيف ما كتشوفوا يعني من اللي تلاقيو هاد نصف دوائر اللي عدنا تيعطيونا هاد شكل اللي تيجي من بعيد تتبان بحل سبولة هاد شي علشنا اسميتها سبولة يعني تجي بهالطريقة فالان انا غادي نكمل الغرازي ديالي عاديين حتى نوصل هديك السبولة الثانية وحتى هي غادي نخدموها فالان جينا هنا يعني لهاد النقطة هادي بالضبط وغادي دائما كيف ما كتلكم تنرجع يعني وحدة في وحدة وتنحافظ على ان الشكل يكون يعني من الوجه دياله فانا هنا عدي الوجه لاحظوا معايا مزيان يعني هاد راول وجه اللي خدمنا عليه فغادي نطلع هنا هاد الشكل الاخير هاد الشكل الاخير هاد غادي نقاددو واحد شوية بشرع اللي وجه دياله لانه وضاير فالان من بعد ما قادنا غاد رجع دائما نضرب في الوسط ديال هادك الشكل وكذلك في الغرزة اللي مقابلة معاه يعني في الغرزة اللي مقابلة معاه وفي الوسط باش نقدروا ان احنا نتبتو هنا تقدروا تتبتو حتى بثلاثة الغرازي يعني ماشي ضروري ان احنا نتبتو غير بجوجة الغرزات ممكن يعني تتبتو بتلاثة الغرزات فماشي اشكال المهم هو ان الشكل في النهاية يجي يعني متناسق ويجي رائع بطبيعة الحال فانا الان غادي نكمل الخدمة وما تنسوش يعني اللي بغايت تنضم القناة دي الأم ماريام للكروشي فترجع الرابط القناة غادي نتلقاوه في صندوق الوصف يعني اسفل الفيديو في صندوق الوصف غادي نتلقاو الروابط كاملين يعني الرابط دي الجزء الأول والرابط دي القناة أم ماريام للكروشي اللي يعني مهتمة بالكروشي فالان احنا كملنا هاد الخدمة وغادي نجيو المرحلة الثانية اللي هي تزيين هاد العمل هادا فهدي اهم مرحلة هنا كله واحدة تزيين بالطريقة اللي عجباتها انا غير بغايت هنا نوضع عليكم يعني بهاد الشكل البسيط قلت علاش يعني لي ما نديرش البريد مع الجناب فالان انا غادي ندير وحد شوية يعني بهاد الشكل هادا كيف ما كتشوفوا معاي الابرة يعني وحد الشكل اللي مائل ممكن كذلك تستعملوا يعني شكل عمودي افوقي عمودي يعني خدموا بالطرق اللي بغيتوا المهم اللي مبغاش تخدم يعني البريد تخدم الطرز الرباطي فانتوما هنا يا احرار انا غادي نوريكم هاد الشكل وانتوما كله وحدة يعني تبدع الشكل اللي هي بغايته فاكيبقى هاد الشي غر ابداع فانا الان دي ما تنلوي يعني الخيط على الابرة فهدا هو البريد بهاد طريقة تنخدموه كل وحدة وكيفاش كتخدم البريد يعني رماشي كل شي تيخدمو البريد بهاد طريقة لانا تنخدم بيه فهنا انا دائما تنرجع يعني سبع الوراء الاصبوع تنحاول انا ننخدمو الوراء باش هاد هاد ويدات هادو يعني تقاددو في بلاستهم والان تنجب بدو يعني الخدمة مزيان غير تنجروها وهي كتبت في بلاستها بهاد طريقة هادي والان غاد نجيل هاد النقطة هادي وغاد نوضع عليها يعني هنا يا غرزة غاد نحبطها بهاد الشكل وغاد نرجع لهاد مكان هاد النقطة هادي غاد نرتفع منها يعني كيف ما كتشوفوا معايا وغاد نرجع كذلك لهاد النقطة هادي انا هنا وضعت يعني اشكال مائلة يعني انتم هنا كلها وحدة تخدم كيف معجبها فالان غاد نجيل هاد النقطة هادي وغاد نرجع يعني اللوي الخيط به هالطريقة اللوي اللولة التانية التالتال رابعة موهيم كلها وحدة تخدمش حال ما بغيت هنا انا وضعت عشرة اللويات انتم ما تقدروا تخدموا اكتر او اقل يعني كلها وحدة على حساب المسافة اللي هي عندها فهنا احنا يتنخدموا بطبيعة حال يعني البريد تيتخدم على حساب المسافة شو فيه يعني المسافة وش عندك كبيرة او صغيرة فقد ما كانت المسافة يعني كبيرة فنقدروا نخدموه بزيف وديمة نرجع صبعي الوراء بش نحاول انني نتبت هاد الشكل هادا وهنا يعني غير وضعوا الاصبوع ديالكم وجروا الخيط فغادي يتبت فارجع لهاد الغريزة هادي ويعني نكملو هاد هاد يعني هاد ويده هاد نكملوها ونبدأ وحدة اخرى جديدة فدائما هنا يترجع لهاد الغرزة اللي الفوق وتنعاود لنفس النقطة اللي ارتافعت مننا اول مرة هي اللي ترجع ليها وتنخدم عليها هاد اشكال هادو فالان احنا هي غادي يعني نكملو بنفس الطريقة حتى نوصلوه للنهاية فهنا الان غادي نكمل هاد الشكل وغادي نوريكم واحد طريقة بسيطة جدا باش نزينو يعني الوسط فهنا في الوسط يعني كل وحدة فيكم تخدم بالطريقة اللي عجباتها انا غادي نخدم هنا هي بالعقيق وانتو ما خدموا باللي عجبكم موام احنا كملنا هاد البريد والان غاكملت لكم خضية العقيق خضية هاد النوع هادا اه يعني هاد النوع اه خدمتو انا غير بالبريد لان العين ديه الواسعة كبيرة ف فالان احنا يعني وضعنا هاد جوجد العقيقات وغادا نرجع يعني نتبتهم بهالطريقة هنا غادي نخدموه بطريقة ديه تنبت يعني هنا كيفاش تنبتو العقيق فانا الان بغيت يعني نستعملها قد جي في الوسط بحلاكة ممكن هنا يعني يعني عوض من انكم تستعملوا العقيق اللي بغايت تستعمل راندا ديه الحبة فتوضع هنا هادوك الحبات تيجيوا حتى هما يمزيانين اه وضعوهم يعني الالوان يكون نفس اللون ديه البريد والان انا غادي ناخد يعني جوجد العقيقات وحدين خرين وغادي نركبوهم بنفس الطريقة ديه ما هنا يتناخد لهم يعني المقاس ديالهم بعد اول اول يعني تنحطوهم هنا وتنحاول نحطوهم يعني في بلاستهم وتنجيل هاد الغرزة اللي مقابلة معاومية اللي تنهبط من هالابرة وفالرجعة فاش ترجع ترجع من الوسط يعني هنا ترجع دائما في الوسط علاش باش تبتلي هذيك الوسطانية فهدي الطريقة اللي تنبتو بيها باش ما يبقاش يعني باش العقيق يجي تابت في بلاستو وكل حاجة تاخد يعني الحق ديالها فالان دي ما غادي نرجع فيها يعني بهالطريقة هادي باش جيعد دي الخدمة يعني مستمرة بهالطريقة هادي باش ان احنا نقدروا تجينا الخدمة يعني مكملك بعضياتها فالان انا وضعت غير عقيقة وحدة يعني حيث ما بقاش عندي مكان كبير بزيف فغادي نكمل بهالطريقة هادي دي ما ترجع ترجع فيها يعني باش نتبتها مزيان جيدا كنتمنى ان هاد الفيديو هادينا لإعجاب ديالكم وشكرا لجميع المتابعين وكان يعني لي كتشوف القناة لأول مرة وعجباتها فما تبخلش علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب طبيعة الحال كتشجيع للقناة وتشجيع علينا على الاستمرار وشكرا لجميع المتابعين وجميع المتابعات واي تساؤل ما تنسوش وضعوه في صندوق التعاليق ودائما كما قلت لكم الرابط ديالقناة امريم الكروشي غادي نتلقاوه في صندوق الوصف اشتركوا في القناة